الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبة في الله في جميع أرض الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن في هذا البرنامج هذا ديننا نرحب بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن يتقبل منا جميعا هذه الجلسة الطيبة الطاهرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا ها نحن منذ الأمس القريب كنا نقول اللهم بلغنا رمضان وها نحن في هذه الأيام المباركة نودع هذا الشهر العظيم في هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان عنوان هذه الحلقة التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا جميعا الوصايا العشر في الأيام العشر عشر وصايا نقولها بإذن الله تعالى إذا اغتنمنا هذه الوصايا بإذن الله تعالى نفوز في هذه الأيام المباركة وهذه النعمة الإلهية وهذه المنحة وهذه المنحة الربانية نفوز بليلة القدر إن شاء الله تعالى أول شيء وأول وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الغالية قالتها عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كما عند البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشر إذا حضر العشر يعني العشر الأواخر من رمضان أحياء الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر حديث عظيم يكاد كل واحد بنا يحفظه إذا جاء العشر وإذا حضر العشر الأواخر من رمضان ماذا كان يفعل النبي وما ديدن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أحيى الليلة نهؤذ من هذه الكلمة هذه الوصية الأولى من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إحياء الليل هذه الأيام المباركة يجب علينا جميعا أن نسارع إلى الخيرات في إحياء ليالي العشر ودائما أقول كثير من الناس يبحث عن ليلة القدر هل هي في الليلة الوترية أم في العشر أم في الليالي الزوجية أم أنه يتحرى في العشر كلها أقول لو تخيلنا أن عندك عشر سناديق عشرة سناديق العشر سناديق دول فيهم جوهرة هذه الجوهرة في صندوق من العشرة إذا قلت أننا هفتح السناديق الوترية الفردية يعني عشان أجد هذه الجوهرة الثمينة فربما لا تجدها ربما عندك ليلة أوترية عند الآخرين ليلة زوجية فتضيع عليك هذه الجوهرة الثمينة لكنك لو قلت واشتهدت وقمت بعزيمة وهمة عالية وقلت أنا سوف أفتح العشر سناديق لأتأكد على حصولي على هذه الجوهرة ماذا يحدث؟ أكيد بتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف تحصل على الجوهرة الثمينة ما معنى هذا؟ وما الشاهد من هذا المثال؟ الشاهد أننا لابد أن نجتهد في العشر الأواخر كلها لا نقول لليوترية ولا لزوجية لابد أننا نهتم بكل دقيقة وكل لحظة لأنها أيام ربما لا تعوض هذه الأيام المباركة التي باركها الله وفضلها الله سبحانه وتعالى وضاعف الله فيها الحسنات فيها ليلة هذه الليلة خير من ألف شهر رجل مجاهد من بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حمل السلاح يجاهد في سبيل الله ألف شهر فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن على أعمار الأمة أعمارها قليلة وأعمالها قليلة واحد ظل يجاهد ألف عام ألف شهر يجاهد في سبيل الله والأمة المحمدية أعمارها ما بين الستين والسبعين كيف نسابق هؤلاء الذين كانت أعمارهم طويلة وأعمالهم كثيرة ولكن الله سبحانه وتعالى امتنى على الأمة المحمدية وأعطى النبي هذه الهدية أعطى الله النبي هذه الهدية الثمينة وهذه الجوهر الغالية ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إذا كان هذا الذي حمل السلاح ألف شهر يجاهد في سبيل الله وما أعظم الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله هذا ظل يجاهد ألف شهر ولكن الذي قام ليلة واحدة من أمة محمد قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيها المقصر في أول الشهر أيها الغافل عن الله في أول الشهر أيها المذنب أيها العاصي ارجع إلى الله تب وارجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن السباق لم ينتهي سارع إلى الله سارع في هذه الأيام المباركة التي ربما هذه الأيام لا تعود هل مننا واحد يضمن أن يعيش بعد رمضان؟ وهل واحد مننا يضمن أن يدخل النفس فيخرج؟ والله لا يضمن أحد وأنتم ترى يرى كل واحد مننا أمام عينه ما تفعله كورونا بالناس فلا بد أن نغتنم الأوقات أول وصية في هذه الأيام المباركة ألا وهي القيام قيام الليل أحيى النبي الليلة إلا قليل أحيى النبي الليلة في رمضان إلا القليل القليل والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام الليل فيقول كما عند ابن داود كما عند أبو داود رحمه الله رحم الله رجلا النبي يدعله رحم الله رجلا قام من الليل فصلى هل هذا يكفي؟ أن أقوم لوحدي أنا فأصلي؟ لا النبي يكمل هذا الحديث العظيم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله أيقظ امرأته أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى فإن أبى زوجها القيام نضحت في وجهه الماء حديث لابد له من وقفه لابد ويجب علينا أن نقف أمام هذا الحديث ولكن بعض الناس يقول لا أستطيع أن أفعل ذلك مع زوجتي أو هي تقول أنا ما أدرشي أن أنا أقوم من الليل وأصلي وزوجي أحاول أن أنا أصحي فإن أبى نضحت في وجهه الماء ممكن يقوم في غضب يرمي عليها يمين الطلاق لكن لابد أن يكون في اتفاق يعني اتفاق بين الزوج وزوجتي إنهم يتعاون في البر والتقوى يتعاون على البر والتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم يعظم لنا قيام الليل فيقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل حديث الذي رواه الإمام الترمزي عليكم ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستحباب عليكم بقيام الليل لماذا يا رسول الله فإنه دأب الصالحين قبلكم لو أنا عايز أعمل بقياس أنا صالح ولا لا هل أنا من زمرة الصالحين أم لا أقول هل لي نصيب من الليل أم لا النبي يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات للإسم فوائد عظيمة مكفرة للذنوب من من لا يريد أن يكفر ذنبه وهو منهات عن الإسم قيام الليل ينهاك عن الإسم يجعل في وجهك نوراً من الله سبحانه وتعالى لما سئل الحسن البصري رحمه الله يقولون له ما بالوا أهل الليل عليهم نور قالهم قوم خلوا بالرحمن فألبسهم الله نوراً من نوره هؤلاء القوم صلوا بالليل والناس نيام كما أقبر الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفاً يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قيل لمن يا رسول الله لمن أعدت هذه الغرف في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام صلى بالليل والناس نيام فأيها المعرض عن الله أيها العبد الآبق ارجع إلى الله في هذه الأيام المباركة لعلك تنال من الله نفحة فلا تشقى بعدها أبداً إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبداً العبادة الأولى والوصية الأولى في هذه الأيام العشر الأواخر من رمضان القيام والنبي صلى الله عليه وسلم أحيى الليل وأيقظ أهله وشد مئزره وجد واشتهد صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية في هذه الأيام المباركة الصلاة على وقتها جاء ابن مسعود كما عند مسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال له الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها الصلاة من العبادات التي لا بد أن نتكرب إلى الله في هذه الأيام العشر بها والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال قال الصلاة على وقتها يبقى أحافظ على الصلاة في أوقاتها صلاة الصبح صلاة العصر صلاة الضو صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الليل أحافظ على الصلاة في وقتها وهذه المحافظة اعلم جيداً أنها من أحب الأعمال إلى الله قال رب العالمين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطت عليه لن تتقرب إلى الله بشيء أكثر من أن تتقرب إلى الله بالفرائد والواجبات التي وأوجبها الله عليك ومنها الصلوات الخمس أن تكون على وقتها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطت عليه اسمع الإكثار من النوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولكن خذ المكافأة من الله إذا تقربت إلى الله في هذه الأيام وغيرها بالنوافل بالذكر بالعبادات بالطاعات بالفرائد والواجبات فيقول الملك وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهِ أصبح مستجاب الدعوة وَلَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهِ وَلَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهِ إذا وقع في مكروه أو مكروب الله سبحانه وتعالى ينجيه لماذا؟ لأنه أقبل على الله لماذا؟ لأنه ابتعد عن المعاصي والذنوب لماذا؟ لأنه كان من المسارعين في الخيرات لابد للإنسان أن يحافظ على الصلاة في وقتها هذه هي الوصية الثانية واعلم جيداً واعلم جيداً أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت الصلاة صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل فلابد أن نحسن وأن نجمل وأن نقشع لله سبحانه وتعالى في أدائنا للصلاة الوصية الثالثة كراءة الكرآن كراءة الكرآن من الأمور العظيمة ومن الأمور الكبيرة التي تدخل على الإنسان الخير الوفير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن تخيل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يأتيه جبريل عليه السلام ويدارسه القرآن ويعرض عليه القرآن وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرتين وعارضه القرآن مرتين لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله لأن القرآن هو الكنز الذي يعود علينا به الله سبحانه وتعالى ويكافي به الله عبادة بكل حرف تقرأه من كتاب الله حسنة والحسنة عند الله بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء فعليكم بكتاب الله في هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من رمضان أجعل لنفسي ختمة أقول أنا سوف أختم المصحف في هذه الأيام المباركة كاملا وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يتفرغون في هذه الأيام المباركة إلى القرآن العظيم لا يوجد شيء يلهيهم عن القرآن فكان منهم من يختم في ثلاثة أيام وكان منهم من يختم في عشرة أيام كل هذا لأنهم يعلمون أن رمضان هو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بليلة القدر وتفضلت وتفضلت ليلة القدر وسميت صاحبة القدر وليلة الخير من ألف شهر لماذا؟ لأن الله أنزل في هذه الليلة القرآن فشرفت وعظمت هذه الليلة المباركة بأنه أنزل فيها القرآن إن أنزلناه في ليلة مباركة ليلة مباركة ليلة خير من ألف شهر صيام نهارها وقيام ليلها العلماء يقولون خير من ألف شهر صيام نهارها وقيام ليلها تخيل يا مؤمن يا عبد الله الله يعطيك الجوائس ويعطيك المكافآت ويعطيك المنح الربانية من الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه يحبك لماذا؟ لأنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تضيع الفرصة لا تضيع الفرصة في هذه الأيام المباركة وهذه هي الوصية الرابعة أن تغتنم الأوقات الله سبحانه وتعالى جعل أوقاتا مباركة يجب علينا أن نسارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لمن يا رب يعدت للمتقين وسابقوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا فاستبقوا الخيرات فثروا إلى الله سبحانه وتعالى كلها أفعال تدل على السباق على المصارعة على أن الإنسان لا يتوانى في فعل الخيرات وترك المنكرات هذه أيام مباركة جعل الله فيها الأعمال والحسنات مضاعفة ليلة واحدة تصلي فيها لله وتقوم فيها لله وتفعل فيها الحسنات خير من عبادة ألف شهر العلماء يقولون ألف شهر أربعة وتمانين سنة واربع شهور وعشر تيام أربعة وتمانين سنة عمرك هيكون كام أنت لو أقمت لله عز وجل عشر ليالي بس اضرب عشر ليالي في أربعة وتمانين سنة هي خير من أربعة وتمانين سنة خير من ألف شهر لماذا نبخل على أنفسنا معانا تصالي إن شاء الله أم آدم إن شاء الله السلام عليكم أم آدم السلام عليكم أم آدم كل عام وأنتم بخير أيوة أدين أنا معا قل سلامة ضيب رمضان كريم الله أكرم الله أكرم أم آدم فضلي بص يا عم الشيخ أنا أنا كنت نصر وانا في بيت أبوي يعني قبل ما نتجوز يعني كنت نصفار ويعني كنت دايماً بنحلم بأحلام زين وداني الرسول في منام وكنت بنحلم وكده فديت لما تجوز باد يتريبوا علي ويقول بأنت أكرسي دبنا مع الرسول وإنتي مش عارفة إيه وهي عمرت شاخ وهي مش عارفة إيه لا حدق خلينا نتفتح إن احنا أصلا نصر فهل به حرمت حد ذات إن أنا تركت الصلايا ولا أنا يعني عصر عمي ولا إياه يا أم آدم لما قالوا لك إن أنت بتصلي وانت عمل عملة شيخة وكده بطلت الصلاة أيها بطلت الصلاة لا إله إلا الله أنت بتصلي لله ويضتريبوا علي يقولوا مثلا الشيخ أفلاني الشيخ أفلانا داتي الشيخ أفلانا داتي فأنا حدوني أنا أزدقى عن نفسي يا أم آدم أنا حتى نصر يقولوا أنا نصر جيتنا بجميع متعكدة أن أنا أصلا نصر لا 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 ده من الشيطان ده شغل شيطان يا أم آدم هو الشيطان عارف إن أنت إنسانة صالحة ومحبة للصلاة ومحبة للعبادة فهو عايز يصرفك يعمل إيه يصلت عليك شياطين الإنس إن شالت عليك ناس لا تعرف الله عز وجل يصلت عليك ناس ما بتعرفش ربنا فمعنا الأستاذة بسمة نأخذ ونجابه إن شاء الله بعد الأستاذة بسمة سلام عليكم أستاذ بسمة نعم صحيح حضرتك دلوقتي أنا من أول رمضان وأنا موصبة على الصلاة ومن بدري موصبة على الصلاة وصلاتي وكل حاجة ما شاء الله فمن أول رمضان بادعي ربنا دايما بدعي للناس اللي حولي كلهم ممكنتش بذكر نفسي بالدعاء خالص لربنا فأنا لم جيت يعني أنا كنت يعني حسة إن أنا لو دعيت لنفسي إن أنا هبقى آنانية بدعاء ربنا فبدأت للفترة دي إن أنا أدعي ربنا ومش بقدر إن أنا أتل في المصحف كتير لأن أنا عندي امتحانات أنا الثالثة سنة والسنة دي وعندي امتحانات فأبعد بالخمستاشر ساعة وستاشر ساعة أذاكر وبكون قرية للوقت إن أنا ألاقي مثلا إن أنا أتحرك في أواجي ممكن أقرأ صفحة في المصحف وممكن لا فربنا هيعقبني على كده طيب أنت في الأيام اللي فاتت ورمضان اللي فات واللي قبله كنت موصبة على قراءة القرآن صح أو لا؟ كنت موصبة وكنت بختمه مرتين أو ثلاثة على حسب مقدرتي إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يكتب لك ما كنت تفعليه قبل هذا العام ليه بأى؟ لأنه حصل عارض فالإنسان إذا حدث له عارض يعني واحد كان يقيم الليل ويفليل نام يكتب له قيام الليل وإن لم يقم ليه؟ لأن كان ديدانه وعمله في أيام ما كانش عنده عارض فيها كان يفعل هذا فإنما الأعمال بالنيات وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك قراءة القرآن كما كنت تقرأيه قبل ذلك لكن بالنسبة للدعاء يعني أنا أبشرك بأن الدعاء بظهر الغيب مستجاب والله سبحانه وتعالى يوكل ملك لما أنت تدعي لأخت ليك أو لحد من المسلمين أو تدعي للناس ربنا سبحانه وتعالى يوكل لك ملك ويقول الملك ولك مثل ما دعوتي لهم الملك يدعو لك فأكيد دعاء الملك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا لأنهم الملائكة يطيعون الله ولا يعصيونه أبدا ويعبدون الله ويسبحونه ليل نهار فدعاءهم مستجاب لكن لا تحرمي نفسك من أن تدعو أن يدعو الإنسان لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يشرك نفسه حينما يدعو الأحد كان يشرك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم مع من يدعو إليه لما أقول تقبل الله منك لا أقول تقبل الله منا ومنك غفر الله لي ولك اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب فلا تحرمي نفسك ولكن هذا أمر محمود أن يدعو الإنسان إلى غيره معنا الأستاذ محمد سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم عليكم سلام تفضل يا سلام عليكم كل عام طيب ربنا يعود عليك الأيام بخير يا رب تفضل أنت في خير إن شاء الله عندي سؤالين حضر زكا تفضل أول سؤال لما بيكلم خطبتي في الهاتف المحمول من الإثارة وكده فبينزل من العدو الزكري السائل اللي هو القابل القصف مباشرة تمام فهل هذا السائل يعني يجب عليه الغسلة أم لا السائل ده كان بينزل بتضفق أبينزل مازي ينزل يعني أثناء الكلام يعني كان لا هو أثناء الكلام بس السائل رفيح كده ده هو قبل القصف ده آه الماء القصف ينزل بتضفق سريع لا لا أنت متأكد أنه ليس مني لا ليس مني ليس مني لا يعليك شيئا ولكن أنت جرحت صيامك لا ما ينفعش في وقت الصيام أن أنا أفعل هذا الأمر يعني ولا حتى بعد الصيام يعني بالنسبة في الخطبة لا يجوز لك ذلك لكن كمل السؤال الثاني وأنا هكمل لك الإجابة إن شاء الله تمام السؤال الثاني المرأة لما فترة الحيض آه فبينقطع منها الحيض يعني يوم من الأيام يعني مثلا coatلث أيام فترة الحيض وبعد كده بنقطع يوم وبعد إن يسترجع فترة الحيض ثاني بينزل نقطة في اليوم الرادع يعني مثلا ثلث أيام فصل اليوم فهي صمت اليوم ده تمام المرأة بيبقى المرأة لها عادة وليها أيام محسوبة يعني هي عرفة عادتها عرفة أن هي لها ثلث أيام الحيض يأتيها 3 أيام انقطع يوم يا شيخ لازم نسألها هي بقى العادة بتاعتها 3 أيام ولا 4 إذا كانت 3 أيام اليوم التاني ده تتوضى وتصلي وإذا كان دم أحمر وليس الدم الحيض اللي هي عرفها تصلي وتصوم وتطهر الدم ولا عليها شيء لكن إذا كانت هي عادتها 4 أو 5 ونزل الدم في اليوم الرابع ده ما تصومش فيه لأن هي تعرف العادة اللي هي خاصة بيها هي في أي سؤال تاني يا سيد محمد أم مازن من اسكندرية وحيا الله أهل اسكندرية وبركة فيهم فضلي لي بس سؤالين أول واحد أنا كنت حامل في ابني وانا كنت شهر السادس وكنت تعبانة ففترت شهر رمضان كله فطلعت عليهم فلوس طلعت يعني كل يوم طلعت عنه فلوس هل هي المفروض دلوقتي أن أنا أرجع أصوم الشهر تاني؟ مين اللي قالك طلعي فلوس؟ هو أنت ما عليكش فلوس أنت عليك الصيام عليك قضاء إذا كنتي مش هتقدر تصومي تاني يعني لكن أنت تقدر إن شاء الله أنت لسه صغيرة في السن وما عندكش أي عارض من الصيام من القضاء وقضاء الله يحق أن يقضي أنا تعالي كل يوم فترسي لازم تطلعي عنه أنا طلعت عنه خلاص أنت طلعت يا ربنا يتقبل منك لكن أنت عليك القضاء يجب عليك القضاء اليوم اللي أنت تفطر فيه يجب عليك القضاء بعد رمضان إن شاء الله لكن ما عليكش إطعام أو بعض العلماء قال إطعام ولكن الرأي الذي أفت به أن عليك قضاء فعدة من أيام أخر ليس عليك إطعام الإطعام ده على اللي هو مش قادر يصوم تاني واحد يعني عزك الله وشفانا وشفاك الله واحد عنده مرض لا يرجع برؤ يعني واحد مريض بالفشل القلوي أو عنده مرض ما فيش منه رجع فده مش هيضة لصوم فيعمل إيه؟ يطعم عن كل يوم مسكين السؤال الثاني أمو ماذا؟ السؤال الثاني دلوقتي أنا حامل وبرجع الصبح يعني غصب عني برجع الصبح حامله كده ده غصب عنك مش متعمدة الترجية لا 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 غصب عني لا عليك شيئا وتكملي صيامك إن شاء الله لا عليك شيئا وتكملي صيامك ولو عايزة برضو تفطري وإنت حامل دلوقتي معك رخصة أنك أنت تفطري وتقضي بعد ذلك إن شاء الله إن شاء الله شكرا ماشا يا أمو ماذا؟ معنا الأستاذ محمد كان بيتكلم أنه هو كان بيكلم خطبته في الهاتف أقول أولا هذا أمر لا يرضي الله عزيزي أنك تتكلم في أمور هذه الأمور تصل بك إلى الأمر خطير فإنك أنت ممكن أنك تفطر في النهار الرمضان وهذا لا يجوز هذه الخطبة هي وعد بالزواج نفترض واحد خاطب وهذا الخاطب حدثت مشاكل بينه وبين مخطوبته إيه اللي بيحصل؟ بيسيبه بعض طيب والكلام اللي كان بينهم والعلاقة المحرمة اللي كانت بينهم هذا لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل فلابد أن أستاذ محمد أن تقطع هذا الكلام الفاحش هذا الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل ويعني نخلي الكلام ده لبعد الزواج إن شاء الله حتى تصير العلاقة سوية حتى تصير هذه العلاقة بينك وبين الله عز وجل ليس فيها شرع بالنسبة للأستاذة بسمة كانت بتتكلم عن الصلاة وأم آدم برضو كانت بتتكلم عن الصلاة وقراءة القرآن الإنسان لا يلتفت لكلام الناس يعني ما يجي حد يقول لي أنت عم الشيخ وأنت عامل فيها شيخ وبخدنا مش عارف على إيه ويتكلمون بكلام لا يرضي الله عز وجل أنا عن الوقت بيصلي لمين؟ بصلي لله عز وجل أنا مش بيصلي للناس أنا مش بيصلي رياء عشان هم يقولوا أن أنا بيصلي أنا خلي علاقة بيني وبين ربنا مش مهم أنهم يشوفوني أنا بصلي أو ما بصليش لكن المهم أننا لازم أقيم هذا الفرض أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة إذا صلوا حتصلوا حسائلوا العمل وإذا فسدت فسد سائلوا العمل لما يأتي الإنسان أمام الله ويقول له يا رب أنا الناس كانوا بيقولوا علي وفنا منعت الصلاة عشان ما يقولوش علي لا أنت كده بتعبد الناس ولا تعبد الله لا بد أن ألقي هذا الكلام وراء ظهري وأن ألتزم بالصلاة كل صلاة لا بد أن ألتزم بها وأن أصليها والصلاة على وقتها لما سؤل النبي صلى الله عليه وسلم من نبي مسعود أي العمل أحبه لله قال الصلاة على وقتها أحب العبادة ولذلك فردت هذه العبادة في السماء لم تفرض هذه العبادة في الأرض لمكانتها العالية لم تفرض بواسطة جبريل عليه السلام بل فرضها الله في السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في رحلة الإسلام والمعراج فرض الله عليه الصلاة في هذا المكان الطاهر فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فرض الله الصلاة في هذا المكان الطاهر وهي ركن من أركان وأعمدة الإسلام فلا يضيع الإنسان الصلاة كثير من الناس يتحجج يقول أنا عايز أصلي بس بش عارف إلي بيحصلي يا أخي توضأ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتب إلى الله من تركك للصلاة النبي قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر لماذا أدخل نفسي في اختلاف العلماء من العلماء من يفسق تاريخ الصلاة ومن العلماء من يكفر تاريخ الصلاة ولكن لماذا أدخل نفسي في هذا المنعطف الخطير الصلاة هذه نور من الله سبحانه وتعالى النبي قال الصلاة نور معنا تصل أم محمد السلام عليكم محمد السلام عليكم محمد السلام عليكم عليكم السلام فضلي يا محمد كل عام التطيبين وحضره طيب جزاك الله خيرا عننا إن شاء الله وجزاكم إن شاء الله تقبل الله مننا ومنكم فضلي تفضل يا محمد أقول لحضرتك يا رفيفة بعد إذنك أن أعيز أعرف بس إيه الدعاء اللي إحنا نقوله يوم للك الأدر وإحنا ننتظر للك الأدر في العشر الأواخر ولا هي بتكون يوم 27 سؤال جميل يا محمد ربنا يبارك فيك يا رب معنا على الأستاذ الإسلام طيب نأخذ الأستاذ الإسلام ونجاوب على محمد إن شاء الله السلام عليكم أستاذ الإسلام السلام ورحمة الله وبركاته كل عام الطيب ربنا يبارك فيك تفضل بقول لحضرتك أنا دلوقتي شاب بعمل أنت إيه؟ الفطر أنا المطلحة ولا والد بيطلحها عني عشان خطر هو اللي مسؤول عني وكده بالنسبة لزكاة الفطر؟ أه أنت عازل عنه؟ يعني أنت في بيت لوحدك وبتصرف على نفسك؟ لا أنا مش متجوز أنا شاب يعني بس بعمل وفلوسي بالدهال تمام هو متعود إن الوالد بيطلح كل سنة لزكاة الفطر هو بيطلح أه بس معرفة أنت الدهال ويطلح يعني يقول له خد يا بابا أو يا أبي ده فلوس الزكاة اخرجها أنت زي كل ما بتخرجها كل سنة يعني فإذا كان ده أمر يدخل على أبيك السعادة فمن البر أنك أنت لا تقطع له عاد يعني هو عادت أنه هو يطلع ليكم عشان أنت أولاده فممكن تاخد الفلوس أنت وتدهاله أو تقول له دي زكاة الفطر حقيقة تطلحها عننا أو أنت لو أنت معاك فلوس قل له دي فلوس زكاة الفطر بتاعتنا كلنا فيجوز أنه يطلحها لك ويجوز أنك أنت تخرجها للبيت كله مفيش مشكلة إن شاء الله هو بيقول لي اللي هو بيطلع للناس للفقراء وكده تمام مفيش مشكلة إن شاء الله هو يخرجها عنك أو أنت تخرجها عنه لا حرج في ذلك والأمر فيه واسع إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك صالح العمل الأستاذ صبحي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كله عام أنت طيب الله يا كلمة أتفضل حبيب بقول لحضرتك أنا صحيت بعد الفجر بخمس دقايق كده آه وشربت مية على رأس أن الفجر مأزنش بعد الفجر؟ بعد الفجر بخمس دقايق بالضبط طيب حضرتك تحريت إنك أنت تشوف الفجر أزن ولا لا؟ ولا ما تحرطش أنا كان في علم أن الفجر بأزن يعني على ساعة معينة آه طيب أنا عليه شربت على علمك القديم يعني علمك القديم إن الفجر بيأزن الساعة نوع كان بيأزن ساعة وثلاثين وإحنا لساعة وثلاثين طيب أستاذ صبحي العلماء في الأمر بتاع حضرتك ده بيقولوا رأيين الرأي الأول بيقول إن الأصد في الليل بقاء الليل وإن لا يؤخذ الإنسان بالنسيان والخطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فده الرأي ده بيقول إنك أنت لا تقضي اليوم الرأي الثاني بيقول إنك أنت طالما لم تتحر جيدا فعليك قضاء اليوم فأنت في هذا الرأي أو في هذا الرأي أنت تشوف الحجة بتاع الرأي ده والأمر متروك لك إن أخذت بالأحوط عليك القضاء وإن أخذت بالرأي الذي يقول روفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فلا أحرج عليك إن شاء الله تمام تمام أي سؤال تاني يا أستاذ صبحي بارك الله ربنا يبارك فيك يا رب أم جمال أستاذ أم جمال أيام سلام عليكم عليكم السلام أم جمال كل عاموا طيبين بقولنا حضركم مين تطلع الصدقة لأختي الزكاة زكاة الفتر أختك في بيت لوحدها مش أنت اللي بتنفك عليها أختك في بيت لوحدها مش أنت اللي بتنفك عليها اسمعينا بس متريفول اسمعينا متريفول أختك مش أنت اللي متكفلة بيها هي بيت لوحدها بس هي فقيرة آه هي متجوزة أو أيها فقيرة فقيرة هي الأولى بالزكاة الأقربون أولى بالمعروف إن شاء الله أي سؤال تاني أمو جمال؟ لا عايزك بس تجاوبني بالله عليك على السؤال لوطع العشر الأواخر لوطع ليلة القدر الدعاء الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر حضرتك معلش ليلة القدر ننتظرها في العشر الأواخر ولا يوم ترويش ما أنا لسه كنت بقول إحنا معنا عشر سنة دي والعشر فيهم جوهرة لو فتحت العشر كلها لازم أخد الجوهرة إن شاء الله لكن لو فتحت ثلاثة منهم أو أربعة منهم ممكن يصادف إن أنا ماخدش الجوهرة فأنا أعمل إيه؟ هاكتهد الأيام اللي جاية كلها النهاردة ليلة ووترية نبدأ بقى من ليالي الووترية ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 وكمان الليالي الزوجية لأن أنا ممكن يكون الناس صاموا قبلية وأنا صمت بتأخر إيه بقى أنا أخرج من هذا الخلاف إن أنا اكتهد في الثمانة يام اللي بقيين أكتهد فيهم كلهم أكنهم هم ليلة القدر أحاول بقى إن شاء الله هنقول بقى إن شاء الله برنامج كده يومي نعمله بإذن الله في نهاية الحلقة إن شاء الله الدعاء أمم حمد برضو كانت بتتكلم وبتسأل عن أمر مهم جدا اللي هو الدعاء وهذه هي الوصية الخامسة الدعاء بقى هعمل إيه في ليلة القدر وهدعو بإيه؟ أنا بشوف بعض الناس بتنزل على المواقع وعلى المنتديات لست طويلة جدا بأدعية ويقولك هذا الدعاء ليلة القدر أقول هذا من البدعاء إنك أنت تخصص دعاء لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم وتقولي الدعاء ده هو دعاء ليلة القدر لا يجوز لك ذلك طيب إيه الدعاء اللي خصصه النبي صلى الله عليه وسلم سيد عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم لو صادفت ليلة القدر لو عرفت إن هذه الليلة ليلة القدر ماذا أقول يا رسول الله؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه رواية أخرى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنه يبهى أكثر هذه الليلة والليالي المتبقية من رمضان بهذا الدعاء الشامل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلمات بسيطة هذه الكلمات لو أردت أن تعرف معناها وأن تخط فوائدها تحتج إلى مجلدات لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنه لماذا لم يقل لها النبي قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لنا لماذا؟ لأن المغفرة ربما يغفر الله الذنب ويحاسبك عليه يأتي يوم القيامة وتنظر عن يمينك وعن شمالك فلا تجد إلا أعملك يحاسبك الله ويعدد عليك أعمالك ويذكرك أفعالك الله يعدد عليك الأعمال ويذكرك الأفعال ويقول لك عبدي أتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم يا رب أتذكر ذنب كذا؟ نعم يا رب أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ نعم يا رب فيقول الملك سبحانه وتعالى سطرتها عليك في الدنيا وأنا الآن أغفرها لك اذهب وادخل جنتي لكن هذا العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم من نقش الحساب عذب مناقشة الحساب عذب أن يقول لك أتذكر كذا أتذكر كذا؟ هذا بالنسبة للإنسان فيه عذاب معنوي لكن إذا عفى الله عنك غفر لك الذنب وإذا عفى الله عنك محى الله لك الذنب وإذا عفى الله عنك أنسى الملائكة الكتب الذنب وإذا عفى الله عنك أنساك أنت الذنب وأنسى الأرض التي أذنبت عليها يومئذ تحدث أخبارها الأرض دي هتشهد عليك التي عصيت الله عليها سوف تشهد عليك يوم القيامة الله ينسي هذه الشهود ينسيها الذنب الذي فعلته لماذا؟ لأنه عفى عفى يعني غفر عفى يعني رضي عفى يعني أعطى بلا حساب شوف عظمة الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه اللهم أمين الوصاية في هذه الأيام التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بيها وأن يبلغنا الله سبحانه وتعالى ليلة القدر يبقى الدعاء مهم جدا لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة ولأن للصائم دعوة لا ترد معنا لسته رافت أيها باش السلام عليكم سه رافت وكل عام أنت طيب الله يكريمك يا شيخ الله يصحانه اتفضل يا سه رافت لو سمحت هل القراءة في التليفون محببة ولا غير محببة أنا عاربت أن القراءة في المصحف مفضلة عن القراءة في التليفون طبعا القراءة في المصحف محببة عن التليفون لأنك إنت لما بتمسك المصحف في إيدك نور من الله سبحانه وتعالى وقالوا أن النظر في المصحف عبادة حتى ولو لم تقرأ يعني إن كان حديث ضعيف ولكن ماسك المصحف لابد الإنسان أن يكون طاهرا طيب أنا ما عنديش وقت أو في في ظروف أن أنا ما توضاش أنا في مواصلات أو في مكان أو بتاعه ومش أعرف أتوضى يبقى لي أحسن إيه أمسك التليفون لأنه يجوز لي أن أقرأ القرآن على غير إيه وضوء ولكن لا يجوز لي كما أخبر العلماء وجمهور الفقهاء أنه لا يجوز لي أن أقرأ أو أمس المصحف بدون إيه بدون وضوء فالأفضل ليك لو متاح ليك المصحف يبقى المصحف أفضل طيب أنا في مواصلات أو في مكان وما فيش معايا مصحف اللي بقى التليفون يبقى ما فيش مشكلة تأخذ إن شاء الله الحسنات بإذن الله الدعاء الوصية الغالية في هذه الأيام الدعاء هدعو اللهم إنك عفو أن تحب العفو فاعفا هدعو اللهم بلغني ليلة القدر دعاء مهم جدا احنا قبل رمضان كنا نقول اللهم بلغني رمضان ونحن الآن في العشر الأواخر من رمضان نقول اللهم بلغني ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين أسأل الله لي وللمسلمين جميعا يولغهم ليلة القدر اللهم بلغني ليلة القدر ولا تنسى كما قال علماؤنا والسلف قالوا لتنسى حينما تدعوا وتقول اللهم بلغني ليلة القدر أن تقول اللهم بلغني ليلة القدر وبارك لي فيها وبارك لي فيها كمان الدعاء مهم معايا في طوال الصيام للصائم دعوة لا ترد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآخر للصائم عند فطره دعوة لا ترد يبقى أنا معايا الدعاء في نهار رمضان في هذه الأيام العشر إن أنا أخصص كده قبل الفطار كده بخمس دقائق وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أدعو الله سبحانه وتعالى قبل الفطر وفي السلس الأخير من الليل وأنا في سجودي في القيام في الترويح في التهجد أدعو الله بخيري الدنيا والآخرة ادعو ربنا أنت بتدعو الكريم قل لربنا واشكو له حالك كلم الله سبحانه وتعالى وكلهما في صدرك ارجو وتمنى واسأل الله عز وجل فمن لم يسأل الله يغضب عليه فمن لم يسأل الله يغضب عليه الوصية السادسة الوصية السادسة الصدقة الصدقة في زمن قرونة والله نحتاج لهذا العنوان حلقات وحلقات لماذا؟ لأن في هذه الأيام في ناس مش لاقي يرغي في العيش في هذه الأيام ناس أعدت من الشغل مش لاقي شغل طيب هل يجوز لي أننا لو أنا معايا مال وعندي زكاة مال أبادر بأننا أقدم زكاة مالي سنتين وتلاتة؟ نعم أخذ النبي زكاة المال من العباس سنتين النبي صلى الله عليه وسلم خد الزكاة مقدمة من عمه العباس في زمن قرونة في الأيام دية نحتاج جميعا إلى التكاتف وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان نحتاج أن يكون الغني يشعر ويتكافل في تكافل اجتماعي في هذه الأيام أن ينظر الغني بعين الرحمة حتى ينظر الله إليه بعين الرحمة يوم القيامة ينظر بعين الرحمة إلى الفقير المحتاج الموساه التراحم التكافل الاجتماعي الصدقة في زمن كورونا لابد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى أن نتصدق بنية التوبة أن نتصدق داو مرضاكم بالصدقة عندك مريض داو مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة الصدقة تطفئ غضب الرب إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غضبان عليك أخرج الآن صدقة أنظر إلى جارك الفقير المعدوم النبي يقول والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم هذا هو التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام وشجع عليه الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال ويقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم بحديث فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة سارع الآن في دخول الصرور على الناس أيها الغني الذي يملك المال أخرج زكاة مالك الآن في زمن كورونا هذه الأيام الناس الآن يجلسون في بيوتهم كثير من الناس لا يجد عملا الأحوال توقفت بسبب هذا المرض الذي أسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الغم عننا جميعا وعن الناس جميعا وأن يزيح عننا هذا البلاء وأن يقين البرس والجزام وسيء الأسقام اللهم أمين فعليك بإخراج زكاة مالك عليك بالصدقة لا تقول هذا مبلغ بسيط المبلغ البسيط بالنسبة لك ممكن يكون بالنسبة لواحد ينقضه من الجوع لا تقول هذا مبلغ ضعيف أو بسيط فربما جنيه سبق ألف جنيه ربما ضرهم سبق ألف ضرهم بإخلاصك لله عز وجل وأنت تنفقه وأنت فقير وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال الفقير بلال هذا كان فقيرا يقول له أنفق يأمره بالإنفاق يا رسول الله هذا فقير ولكن النبي يعلمنا أنه يأمر الفقير أن يتصدق يأمر المعدوم أن يخرج ما عنده حتى ينفق الله عليه يا ابن آدم أنفق أنفق عليك تجارة مع الله لابد أن نتاجر جميعا مع الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لماذا يفعلون ذلك؟ يرجون تجارة لن تبور تجارة أمرها ما تخسر تجارة لن تكسد أبدا لن تضيع أبدا هذه التجارة لماذا؟ لأنهم يتاجرون مع الله أنت تتاجر مع الملك الذي يعطي على القليل الكثير أنت تتاجر مع من؟ أنت تتاجر مع الله يرجون تجارة لن تبور لماذا؟ ليوفيهم أجورهم وليزيدهم من فضله إنه غفور شكور هم يستشعرون عظمة العطاء من الله فالله يكافئهم ليوفيهم أجورهم الله يوفي ويعطي على القليل الكثير ولكن الله يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى لماذا؟ إنه غفور شكور سبحانه وتعالى كثير الشكر يشكر على القليل الكثير سبحانه وتعالى سيدنا أبو الدحتاح نزلت آية من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضاعف له أبعاثا كثيرا فقال يا رسول الله الله يريد مننا القرد هل يريد مننا الله القرد؟ قال النبي نعم قال يا رسول الله أمدد يدك أبايعك أقرطت البستان ربي عنده بستان فيه كان فيه ستمائة نخلة عنده بستان مليا نخل من الثمار ستمائة نخلة قد أقرطت البستان ربي ثم يذهب إلى زوجته وينادي عليها ولا يريد أن يدخل البستان يا أم الدحتاح يا أم الدحتاح فترد عليه هذه المرأة الصالحة وتقول لبيك يا أبا الدحتاح فيقول لها أخرجي أخرجي فإني قد أقرطت البستان ربي أنا أعطيت البستان قرض لله ماذا ترد عليه؟ تقول له ربح البيع أبا الدحتاح بيع رابح صفقة رابحة ربح البيع أبا الدحتاح وإذا بالمرأة الصالحة في رواية تخرج من أفواه أولادها الثمر تخرج الطمر من أفواه أولادها تطلع الطمر كده من بؤهم وتنفض من أكمامهم الطمر لتأخذ الأجر لتأخذ الأجر كاملاً غير منقوص وإذا بالنبي يبشره ويقول له عندما تبرع وأقرد الله عز وجل وأعطى هذا البستان للفكراء والمسكين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه البشرى والمكافأة يقول له كم من عزق رداح في الجنة لك يا أبا الدحتاح كم من عزق كم من ثمار كثيرة كم من خير وفير يعطيك الله سبحانه وتعالى لك لأنك كنت من الذين يجودون بأموالهم فلا بد لنا جميعاً في هذه الأيام المباركة القيام قيام التراويح الصلاة في أوقاتها كراءة الكرآن صلة الأرحام الدعوة إلى الله عز وجل وإدخال السرور على الناس أن تحذر لصوص رمضان الهاتف والتليفون والمواقع والمواقع والمنتديات طحر قلبك من الخصام في هذه الأيام المصرعة إلى عمل الخيرات في هذا وفي نهاية الحلقة استغفروا الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر